ناقش من دوبول اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله السعدي مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تيد شيبان الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفها انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وتطلعات الشعب اليمني وخياراته واستمرار تجنيد الميليشيات للأطفال في مناطق سيطراتها والزج بهم في حربها العبثية وإقامتها للمعسكرات الصيفية وأدلجتهم طائفيا واستعرض السفير جهود الحكومة اليمنية ودول التحالف في حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى مناقشة نتائج زيارات السيد شيبان لليمن والاطلاع على آخر مشاريع اليونسيف واستمرار دعم الحكومة اليمنية لتدخلات اليونسيف من جانبه أشاد السيد شيبان بتعاون الحكومة اليمنية مع اليونسيف وتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل عمليات وأنشطة المنظمة في اليمن لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة التقى برئيس الوزراء عدد من المسؤولين بعدا وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مشاريع اليونسيف وأهمية استمرار التنسيق لتنفيذ برامج وأنشطة المنظمة في عموم محافظات الجمهورية ومراجعة الخطط والاستراتيجيات